السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي الطلاب والطالبات مرحبا بكم في قناة عين في دروس العلوم للصف الثالث متوسط معكم الأستاذ وفار بيعان ويرافقني معلم لغة الإشارة الأستاذ عمادة ذويب نستكمل بإذن الله اليوم في مراجعتنا لفصلين الأول مراجعة سريعة بإذن الله كالعادة ثلاثية التفوق، التركيز، التحفيز والتلخيص متابعة فيديوهات، مناقشة مع المعلم والزملاء إحضار كتاب العلوم ودفتر العلوم أثناء الدروس عن بعد متابعة يوميا للدروس عن بعد وحل الواجبات وكالعادة لدينا ورقة تدوين الملاحظات وهذه الورقة مهمة في مراجعة الفصول جدا مهمة لأنها تعطينا أبرز الأفكار ومن ثم قد تقوم بتلخيص هذه الدروس الوحدة على شكل قصة أو على شكل نقاط أساسية أو خريطة مفاهيم لترسيخها في ذهنك نبدأ في درسنا الأول مراجعة سريعة ما هو الزلزال اهتزازات موجات كلاهما نفس التسمية اهتزازات متنقلة أو موجات تنتقل خلال المادة ما هي المادة؟ خلال الصخور أو المواد الأرضية ما الذي ينتج؟ لماذا تنتج هذا الزلازل؟ انكسار انكسار ثم عودة الحواف المكسورة من ماذا؟ من الصخور أو الأجزاء المكسورة إلى مكانها الأصلي عودتها يعني لحركة ماذا؟ حركة اهتزازية لأعلى وإلى ماذا؟ إلى أسفل حركة لأعلى وإلى أسفل يولد لماذا؟ موجات تنتقل الصدع أخذنا الصدوع ما هو الصدوع؟ هي كسر تتحرك على امتداده ماذا؟ هذه الصخور وتنزل إجهاد ما هو السبب في هذا كله؟ ما هو السبب في الزلازل وفي الصدوع وفي هذه الأشياء التي تحدث على سطح الأرض أو في الصفائح الأرضية؟ هي القوة المؤثرة على وحدة المساحات هي الإجهاد هي الإجهاد الذي يخزن هذه الطاقة ومن ثم تتحرر وتتكسر هذه الصخور كان لدينا أنواع الصدوع الصدوع هو الكسر الذي تنزلق أو تتحرك الصخور حوله كان لدينا الصدع العادي وكانت السبب في ذلك هو قوة ماذا؟ الشد صدع عادي قوة الشد كان لدينا أيضا صدع عكسي هو قوة ماذا؟ قوة الضغط كان لدينا صدع انزلاقي أو جانبي هو قوة ماذا؟ القص أيضا ذكرنا الموجات الزلزالية الآن تعرفنا عن الزلزال الزلزال له موجات ماذا نطلق عليها اسمها هذه الموجات؟ موجات زلزالية موجات تصدر عن الزلزال تنتقل عبر مادة تنتقل عبر مادة هذه المادة الأرض وعلى ماذا وعلى سطحها أين يحدث الزلزال أين يحدث الكسر يحدث الكسر في منطقة تسمى ماذا بؤرة الزلزال هذه المنطقة أطلق عليها ما يسمى بماذا هذه البؤرة بؤرة الزلزال هي منطقة حدوث ماذا الزلازل على سطح الأرض ومقابل لبؤرة الزلزال ماذا يتواجد على سطح الأرض ومقابل لبؤرة الزلزال تتواجد ماذا؟ المركز السطحي لماذا؟ للزلزال إذن هذه لدينا البؤرة وهذا هو ماذا؟ هذا هو أطلق عليه ماذا؟ وهذا أطلق عليه المركز السطحي لماذا؟ المركز السطحي للزلزال إذن هذا هو المركز السطحي هذه النقطة تبين للمركز السطحي للزلزال إذن النقطة تقع على سطح الأرض وقع فوق البؤرة ماذا؟ مباشرة ركزوا معي الآن حدث الزلزال في البؤرة انتقلت الموجات في جميع الاتجاهات إلى أن تصل إلى ماذا؟ إلى اللبة الداخل للأرض هي تنتقل في جميع الاتجاهات دائرية كموجات الموجودة على سطح الماء في جميع الاتجاهات محطات الرصد عند تداخل الموجات الأولية والثانوية كوين موجات موجات سطحية محطات الرصد ترصد موجات أولية وثانوية قارننا بين موجات الزلازل موجات السطحية التي هي متأخرة نبدأ بالموجة الأولية هي طولية أقل الموجات الأسرع في الثلاث ماذا؟ في الثلاث أوصات تنتقل أطلقنا عليها اسم Primary B Waves الموجات الثانوية هي مستعرضة أعلى طول من ماذا؟ من السطحية أقل سرعة من ماذا؟ أعلى سرعة من السطحية وأقل سرعة من ماذا؟ من الأولية تنتقل ماذا في الصلب؟ Secondary Waves أطلقنا عليها الموجات السطحية هي طولية ومستعرضة نوعها موجات طولية ومستعرضة لأنها تداخل مع بعض ولكن هي الأكثر دمار أطول الموجات أقل الموجات سرعة على سطح ماذا؟ على سطح الأرض وسميناها Surface Surface Waves تسمي لها باللغة ماذا؟ الإنجليزية شكال البراكين ثم ذخذنا للدرس الثاني في البراكين ذكرنا براكين درعية مخروطية مركبة وثوران ماذا؟ وثوران الشقوق وقارننا بينها بهذه المقارنة في البراكين الدرعية تسبق قليل من السلكة وثوران منخفض إذن هي بازلتية هي أكبر ماذا في الحجوم؟ سبب التسمية تراكم طبقات من اللابة على هيئة طبقات أفقية جوانبه قليلة الانحدار هذا وين يتواجد؟ في الحدود ماذا؟ حدود ماذا؟ حدود الصفائح التباعدية لو أردنا أن نربط مع الصفائح حدود تباعدية وأيضا هذه كذلك أيضا صفائح ماذا تباعدية في المملكة العربية السعودية على طول ساحل البحر الأحمر أغلب البراكين هي براكين ماذا درعية؟ لأن الحدود عندنا حدود ماذا؟ تباعدية عندنا أيضا النوع الثاني مخروطية نسبة متوسطة من ماذا؟ من السلكة ثوران يكون متوسط هي أصغر هذه البراكين لماذا هي أصغر هذه البراكين حجما؟ لأنه يحدث لها عملية ماذا؟ ثوران المواد المقذوفة عبارة مقذوفات صلبة تبرد هي تخرج درجة حارتها عالية الهواء بارد تبرد ثم ترجع مرة ثانية تشكل لبركال ماذا؟ صغير حد ماذا؟ حد الجوانب إذن تتراكب المواد المقذوفة المتصلبة على شكل مخروط طوله أقل من ثلاثمية ماذا من ثلاثميتر إذن هي أصغر البراكين حجما بينما أكبر البراكين هي ماذا؟ هي الدرعية بركان حرة البرك غاز وحمام بركاني نوع الثالث طبعا في البراكين المخروطية طالما يتواجد الغاز فهي تثور ماذا باستمرار لكي تخرج ماذا هذا الغاز الذي يضغط على ماذا؟ على الصحارة فث المركبة هي متوسطة ماذا؟ هي متوسطة ماذا الحجم؟ نسبة مرتفعة ثوران مرتفع إذن نجي الآن ثوران منخفض ثوران منخفض ثوران متوسط ثوران مرتفع لماذا سميت مركب؟ لما تركب حاجة أجزاء فوق بعضها البعض عندما أعطيك قطع من المكعبات لبناء منزل فأنت تقوم بعملية تركيب هذه المكعبات فوق بعضها البعض لذلك هذه سميت مركبة لأنها عبارة عن طبقات متتابعة فوق بعضها البعض تكون لهذا البركان ما هي هذه الطبقات؟ طبقة من اللابة ثم طبقة أخرى من المقذوفات الصلبة طبقة لابة طبقة مقذوفات صلبة تشكل بركان مركبة إذن تتابع طبقات اللابة والمقذوفات معض الصلبة جبل حاد الجواني جبل القدر شمال شرق المدينة غاز ورماد ثوران الشقوق تلتقي ذكرنا مع براكين الدرعية في أن ماذا؟ في أن اللزوجة مدخفضة التدفق تتدفق بسهولة بازلتية نسبة السلكة ماذا؟ قليلة إذن هي أغلبها بازلتية تنسب بماذا؟ بسهولة لزوجتها قليلة جدا تتكون من شقوق على سطح الأرض حرة رهض غاز وحمم ماذا؟ وحمم بركانية قسمنا الصفائح الأرضية ذكرنا الصفائح ما هي الصفائح؟ هي أجزاء المقسمة من الغلاف الصخري وما هو الغلاف الصخري؟ القشرة وأعلى ماذا؟ الستار إما صفائح محوطية الأكثر كثافة لذلك هي تسقط إلى أسفل تكون لي ماذا؟ تكون لي قيعان المحيطات أو قارية صفائح قارية تشكل لي ماذا؟ القشرة ماذا؟ قشرة القارات طبعا أكثر سمك القارية هذه أقل سمك من الأسرع في الحركة المحيطية هي الأسرع ثلاث أرباع المرات سرعتها من سرعة القارية وهي الأكثف لذلك صنفت الحدود بين هذه الصفائح على حسب ماذا؟ على حسب حركتها إما تقترب عندما تقترب نقارن الكثافة أعلى كثافة جزء منها ماذا؟ يغوص ويكون لي براكين ماذا؟ مركبة تباعدية ما الذي يحدث في حالة الصفائح عندما تتباعد عن بعضها البعض حفر ماذا؟ انهدام وبراكين مركبة وبراكين درعية وثوران للشقوق صفائح ماذا؟ جانبية بمحادة بعضها ماذا؟ البعض مثل لدينا ماذا؟ لدينا صدع البحر الميت التحويلي هذا يعتبر من الصفائح الجانبية تشكل البراكين تشكل البراكين أين تتشكل؟ تتشكل في حفر انهدام وتشكل أيضا في البقعة الساخنة وعند غوص ماذا؟ الزلازل تتشكل هذه البراكين وذكرنا الزلازل بما ان البراكين تتشكل عنده حركة هذه الصفائح من تقارب أو تباعد أو جانبية كذلك الزلازل عندما تتشكل عنده حركة هذه الصفائح تقارب أو تباعد أو جانبية لدينا مفاهيم خاطئة لنقرأها سويا هذه مفاهيم الخاطئة يحدث الزلزال قد يظن الطلاب أحيانا ان الزلزال يحدث على سطح الأرض في نقطة تسمى البؤرة الزلزال طبعا هو لا يحدث على سطح الأرض هو يحدث في منطقة في منطقة ناتجة عن تكسر ماذا الصخور تسمى بؤرة الزلزال هو ليس الزلزال يحدث على سطح الأرض هو يحدث حقيقة في الغلاف الصخري الذي يتألف من ماذا؟ يتألف من القشرة وأعلى ماذا؟ أعلى الستار هو يحدث فيها عندما تتكسر عودة الحواف ثم تنتقل الموجات الزلزالية إلى أن تصل إلى ماذا؟ إلى السطح حانا بعض الطلاب يعتقدون أن التسنامي هو إحصار التسنامي ليس إحصار ليس مد وليس مرتبطا بالتغيرات الجوية التسنامي هي موجات زلزالية إذن هو مرتبط بالتغيرات على سطح الأرض وبحركة ماذا؟ الزلازل بحركة الصفائح أي بحدوث الزلازل إذن دائما نتذكر التسنامي ليس إحصار ليس مرتبطا بتغيرات الغلاف الجوي لكن هو مرتبطا بماذا؟ بالغلاف الصخر والتغيرات التي تحدث في هذه الغلاف الصخر لذلك هو موجات زلزالية الموجات السطحية قد يظن الطلاب بما أنها أشد تدميرا قد يظن الطلاب أن الموجات السطحية أقوى من الموجات الأولية والثانوية لكن بالدراسة وجدنا وجد العلماء بالدراسة وعن طريق رصدها في محطات الرصد سرعات هذه الموجات وجدوا أن الموجات الأولية هي الأقوى وهي الأكثر طاقة يليها الموجات الثانوية أقل سرعة وأقل طاقة آخر موجات التي هي ناتجة عن تداخل الموجات الأولية والثانوية الموجات السطحية هي أقل طاقة وأقل سرعة لكن هي الأكثر دمار وذكرنا لماذا هي الأكثر دمار هي عبارة عن ماذا؟ تراكب موجة أولية وثانوية إذن تحرك المبنى للأمام وللخلف هذه موجة إيش؟ موجة أولية موجة أولية طولية وتحرك المبنى في نفس الوقت للأعلى وإلى الأسفل هذه موجة ماذا؟ ثانوية عامودية بذلك يحدث دمار هائل شديد إذن هي أضعف ماذا؟ أضعف الموجات قد يظن الطلاب أيضا أنه قد تختلف مناطق الزلازل عن مناطق البراكين ونحن الآن في نهاية فصلنا وبعد شرحنا لمفاهيم كثيرة ولنظريات من نظرية تكنونية لاحظنا أنه ارتباط حدوث الزلازل وحدوث البراكين وأي تغير جيولوجي على سطح الأرض ظهور جزر تكون جبال وسلسلة جبال هملايا وغيرها من الجبال كلها هذا ناتج عن ماذا؟ عن حركة لهذه الصفائح وهذه الحركة ذكرناها تباعدية قاربية جانبية ويعتمد عليها ماذا؟ يعتمد على كثافة هذه الصفائح ونوع البراكين المتشكلة لدي أو نوع المعالم الجيولوجية التي سوف تحصل عندنا لكن في جميع الأحوال منطقة الزلازل في نفسها منطقة ماذا؟ ثمانين بالمئة أو نستطيع القول العلماء أعطوني ثمانين بالمئة أعطونا العلماء في دراستنا أمس وذا ألاحظنا ثمانين بالمئة مناطق الزلازل هي نفسها مناطق ماذا؟ مناطق للبراكين نسترجع سويا عندنا جدولنا في بداية الفصل قبل القراءة وبعد القراءة نقرأ سويا أعزائي الطلاب ونقوم بوضع ميم إذا كنت موافق وغين عندما لا تكون موافق على هذه العبارة نشاهد سويا نقرأ سويا يمكن للجزء الصخري من الأرض أن يرتد ارتداد مرن كما هو الحال في منصة القفص الغطس إذا كنتم أعزائي الطلاب والطالبات محبيه ماذا؟ السباحة طبعا تنعرف منطقة ماذا؟ منطقة القفص أو الغطس في برك السباحة أو في المسابح ما تخيلوا؟ يعني عملية تخيل أو تشبيه ما الذي يحدث لهذه الصخور عندما تنكسر؟ يحدث لها عملية ارتداد عندما أنت تقفز من هذه منصة القفص ما الذي يحدث لها؟ أحسنتم عملية ارتداد مرن حركة اهتزازية وبالتالي نسمع ماذا؟ نسمع صوت ونرى هذا اللوح يتحرك إلى أعلى وإلى أسفل حول موضع سكون ويتولد لعندي ماذا؟ عندما الصوت هذا ما يحدث نعم أن يرتد ارتداد مرن نعم أنا أوافق وأنتم أتوقع كذلك توافقون على هذه الحالة تتولد الموجات الزلزالية الأولية في المركز السطحي للزلزال ما هو برأيكم؟ موجات جميعها الزلزالية عين تتولد في منطقة ماذا؟ حسنتم في منطقة ماذا؟ البؤرة ثم تنتشر إلى أن تصل إلى ماذا؟ إلى السطح إذن أنا غير موافق وأنتم كذلك لا توافقون على هذا الجزء التسنامي هي موجات مد ضخمة ما هو برأيكم؟ وذكرنا هذا الشيء في المفاهيم الخاطئة هل التسنامي يحدث بسبب تغيرات في الغلاف الجوي؟ وبالتالي حركة المياه المد والجزر نعرف حالتي المد وظاهرتي المد والجزر هل بسبب تغيرات في الغلاف الجوي؟ أم يحدث التسنامي بسبب تغيرات في الغلاف الصخري وحركة لهذه الصفائح وحدوث زلازل؟ نعم أحسنتم إذن نحن لا نوافق على هذا لأنه عبارة عن موجات زلزالية مائية نقرأ سوياً أربعة يحرر الزلزال الذي قوته 7.5 من 10 على مقياس رختر طاقة عادر 32 مرة أكثر من الطاقة التي يحررها زلزال 6.5 من 10 درجة على المقياس نفسه نعم نحن ذكرنا مقياس رختر يقيس للقوة يقيس للطاقة المدحرة وذكرنا كل زلزال على درجة خذنا من 1 إلى 10 كل زلزال يسبق الدرجة درجة الزلزال يحرر طاقة أكثر من الزلزال الذي في الدرجة التي سبقته بمقدار 32 مرة أكثر من الذي يحررها بالدرجة السابقة نعم نحن نوافق على هذه العبارة نقرأ سوياً سؤال 5 اللابة مصهور الصخور الذي يتكون في باطن الأرض ما هو برأيكم؟ هل اللابة تتكون في باطن الأرض؟ ما هو؟ طبعاً نحن لا نوافق اللابة هي مصهور الصخور الذي يتشكل على ماذا؟ على سطح الأرض تؤثر مكونات الصهارة في كيفية ثوران البركان في هدوئه أو عنفوانه ما هو برأيكم في ذلك؟ نعم مكونات الصهارة طبعاً نوافق عليها إذا كانت غنية في ماذا؟ في السلكة فهي تحبس الماء فيؤدي إلى ضغط شديد وثوران قوي إذا كانت قليلة في السلكة ومليئة في الحديد والمغنيسيوم فتكون بازلتية وكون ثورانها ماذا؟ متوسط إلى مدخفض معظم الإجهاد الناتج عن حركة الصفائح يكون على الصخور التي في وسط الصفائح ما هو برأيكم؟ الإجهاد الصفائح تتحرك إما تقارب أو تتباعد أو جانبية الإجهاد يكون على الصخور التي في وسط هل هو على الوسط أم التي تكون في الحواف؟ أحسنتم التي تكون في الحواف إذن عند الحدود إذن نحن لا نوافق على هذه العبارة تحدث معظم الثورانات البركانية على حدود الصفائح أو بالقرب منها نعم نوافق أغلب البراكين والزلازل على حدود هذه الصفائح تقع جزر هواي البركانية بالقرب من حدود صفائحية جزر هواي ناتجة عن ماذا؟ عن بقع ساخنة ناتجة عن خروج كمية كبيرة من الصهارة من وسط هذه الصفيحة من وسط هذه الصفيحة نتيجة التيارات ماذا؟ الحمل الحراري إذن هل توافقون على هذه؟ لا نوافق هي عبارة عن ليست حدود الصفائحية من وسط أو من أي جزء في الصفيحة ولكن ليس على ماذا؟ على الحدود بسبب ماذا؟ تيارات الحمل الحراري التي أخرجت هذه الصحارة أيضا نبدأ كذلك في مراجعة في فصلنا نبدأ في فصلنا الثاني استخدام المفردات ما الفرق بين كل من المصطلحين من المصطلحات الصدع والزلزال لاحظنا الصدع هو عبارة عن يشتكرناه كسر تتحرك حوله ماذا؟ هذه الصخور وماذا يحدث لها عملية انزلاق بينما الزلزال هو ماذا؟ هو ارتداد كسر الصخور وارتداد الأجزاء ماذا؟ المكسورة لتنتقل الحركة هذه الارتدادية تشكل ماذا؟ موجات ماذا؟ زلزالية إذا كسر تتحرك على امتداد الصخور تنزلق الزلزال عبارة عن احتزازات متولدة من الحركة على طول هذه الصدوع أو الكسور ما الفرق بين البراكين الدرعية والبراكين المركبة؟ ما الفرق بينهم؟ براكين درعية أكبر حجم من البراكين المركبة براكين درعية كمية السلكة ماذا؟ قليلة لذلك الصهارة الموجودة فيه أو اللابة دعنا نتكلم من اللابة المتشكلة فيه ما الذي تكون فيه هذه اللابة قليلة فيه ماذا؟ في السلكة هي لابة بازلتية أيضا كذلك ثورانه يكون ماذا ضعيف أيضا كذلك ما الذي يحدث عبارة عن طبقة ماذا بازلتية ممتدة ولذلك يكون حجمه كبير وارتفاعه ماذا قليل ناتع البراكين المركبة أو جهة الشبه أو النقطة الكبيرة بينهم عبارة عن طبقات متتالية تشكل للبركان المركب من ماذا؟ من اللابة ومن المقذوفات ماذا؟ الصلبة متوسط الحجم ما نوعية اللابة المتكونة؟ اللابة المتكونة تدلي على ماذا؟ تدلي على اللابة عبارة عن ماذا المتكونة؟ فيها كمية كمية ماذا؟ كمية السلكة ماذا؟ تكون كبيرة جداً لذلك تكون الصهارة فيها في داخل ماذا؟ في داخل ذلك البركان تكون الصهارة ماذا؟ تحبس ماذا؟ الغازات التي تضغط عليه فيكون ثورانه شديد إذن الدرعية ثورانها منخفض ضعيف لأن ماذا؟ لأن مكونات اللابة أو مكونات الصهارة هي ماذا؟ لكن هذه ثورانها ماذا؟ شديد جداً إذن بركان الدرعي أكبر أنواع البراكين وهذا ذكرناه لابة بازلتية بركان مركب متوسط الحجم تتابع طبقات من اللابة والمقذوفات الصلبة بؤرة الزلزال والمركز السطحي ما هو الفرق بينهم؟ بؤرة الزلزال نقطة أو منطقة يحدث عندها ماذا؟ يحدث عندها الارتداد الانكسار ثم الارتداد المرن وحدوث الزلالر وتنتشر الموجات إذن هي في داخل ماذا؟ أو في باطن الأرض بينما المركز السطحي هي نقطة مقابلة على سطح الأرض تقابل البؤرة تماماً إذن البؤرة هي مكان تولد الزلزال هي نقطة المركز السطحي فوق البؤرة ماذا؟ مباشرة موجات الزلزالية وجهاز الرسط هل في فرق؟ نعم موجات الزلزالية هي الموجات المتنقلة في جميع الأجزاء وفي داخل باطن الأرض وعلى سطح ماذا الأرض جهاز الرسط الزلزالي اللي هو السيزموغراف هذه آدات يستخدمها العلماء لرسط ماذا؟ الموجات الزلزالية الأولية والثانوية إذن الموجة الزلزالية موجة ناتجة عن ماذا؟ عن الزلزال جهاز الرسط آداء تسجل ماذا؟ النوعي الموجات ماذا؟ الزلزالية موجات التسنامي والموجات الزلزالية تسنامي موجات بحرية أو بينما الموجات الزلزالية موجات خلال ماذا الصخور براكين مخروضية ودرعية ذكرنا الفرق هذه ثورانها متوسط وهذه ثورانها ماذا ضعيف هذه أصغر البراكين حجما بينما الدرعية أكبر البراكين ماذا البراكين حجما نثبت مفاهيم أن اختر الإجابة الصحيحة أي أنواع حركات حدود الصفائح كونت بركان جبل مار الدرعي لما نتكلم عن الدرعي إذن أي نوع من الصفائح هي صفائح ماذا متباعدة سؤال ثمانية أي مما يأتي وعد من أكبر أنواع البراكين وذو امتداد واسع وجوانبه قليلة الانحدار أكبر البراكين جوانبه قليلة الانحدار امتداد واسع أي براكين أحسنتم هي براكين الدرعية ما سبب تكوّم براكين جزر هاواي احسنتم هي ماذا هي البقع الساخنة أي أنواع اللابة الآتية تنساب بسهولة تنساب بسهولة ماذا يعني له هل هي غنية بالسلكة لا هي ليست غنية بالسلكة هي ضعيفة بالسلكة هي بازلتية إذن هي لابة ماذا لابة أطلق عليها بازلتية قليلة السلكة لزوجتها ماذا منخفضة تنساب بسهولة أي أنواع البراكين الآتية يتكون من تعاقب من اللابة والمقذفات لابة مقذفات طبقات طبقات تكون لي مركبة إذن أي نوع من أنواع البراكين أحسنتم هي البراكين المركبة أي أنواع البراكين الآتية صغير الحجم وحوافه شديدة الانحدار عندما أتكلم عن بركان صغير الحجم وحوافه شديدة الانحدار فهو ماذا؟ بالتالي يكون ماذا؟ بركان ماذا؟ بركان مخروطي أي الموجات الزلزالية ينتقل في الأرض بسرعة أكبر من الذي ينتقل في الأرض بسرعة أكبر؟ أي موجات زلزالية؟ حسنتم هي الموجات ماذا؟ هي الموجات الأولية أي مما يأتي موجات مائية تكونت بفعل مائية عندما نطلق موجات مائية إذن هي عبارة عن ماذا؟ التسنامي إذن هي بدون ما أقرى الباقي خلاص أعرف حين في السؤال يعطينا كلمة وهي المفتاح لهذه الإجابة استعم بالشكل الآتي الإجابة عن السؤال 16 الغلاف الصخري نقطة على سطح الأرض إذن هي نقطة على سطح الأرض تقع مباشرة فوق بؤرة الزلزال ماذا أسميها المركز السطحي للزلزال أين الإجابة هي رقم با هي المركز السطحي لماذا لهذا الزلزال نفكر قليلا بالتفكير الناقض لماذا تثور بعض البراكين بشكل متفجر وهذا شرحناه بسبب ماذا انحباس ماذا الغازات وبخار الماء يؤدي ضغط وبالتالي عملية ماذا عملية انفجارة قارننا بين البراكين المركبة والمخروطية براكين مركبة تتابع طبقات متتابعة من اللابة والمقذوفات بينما المخروطية عبارة عن مقذوفات ماذا صلبة هل تؤثر تركيب الصهارة في كيفية ثوران البركان نعم ذكرناه إذا كانت غالية بالسلكة حبست ماذا الغازات أدى إلى ثوران ماذا شديد لكن إذا كانت قليلة في الثوران شديد وبالتالي انخفاض درجة الانصهار لكن إذا كانت قليلة بالسلكة يعني بازفتية أدى ذلك لما تكون أكثر درجة ماذا أكثر درجة حرارة لأن الضغط عندها ماذا أعلى فتنسب بماذا بسهولة ما هي العوامل تحدد شدة الزلزال على مقياس ميركولي ذكرنا أن شدة الزلزال يعني مقدار الدمار الجيولوجي يتحدد بماذا يتحدد بتصاميم المبنى ببعد المناطق عن المركز ماذا الصدحي لماذا للزلزال وبأيض التصميم ماذا المبنى قاررنا بين قوة الزلزال وشدة نعم قوة الزلزال الطاقة المتحررة من الزلزال على مقياس الاختر من 1 إلى 10 كلما قربنا من العشرة كان الطاقة الخارجة قوية جدا وعادة ترتبط الطاقة الخارجة بماذا بالدمار لكن على حسب تصميم المبنى ذكرناه وعلى حسب ماذا هل المنطقة مأهولة بالسكان أم لا الشدة فقط الدمار من 1 إلى 12 كلما اقتربنا من 12 كان الدمار هائل جدا طبعا اخترى أحد أنواع البراكين اعمل نموذجا يحاكي افترض أنك تحلق فوق منطقة ضربها الزلزال فلاحظت أن معظم المباني مدمرة وعدة أشياء مباثرة فما درجة الشدة التي تستنتجها يدينا الشدة من 1 إلى 12 جميع المباني مدمرة إذن هذا يقترب من 10 إلى 11 إلى 12 على حسب حجم الدمار الذي يحدده ماذا يحدده العلماء لدينا خريطة مفاهيمية حول حدود الصفائح حدود الصفائح قلنا عندنا حدود ماذا تقاربية وقلنا أيضا عندنا حدود حدود جانبية أو تحويلية نسميها أو تحويلية ولدينا أيضا متبعد أعطينا مثال تقاربية قلنا براكين أيش أي نوع من البراكين حسنتم براكين مركبة أخذنا بالمتباعدة قلنا براكين إيش براكين إيش أخذناها براكين درعية أو ثوران لماذا للشقوق أو ممكن عندنا البحر الميت يعتبر أيضا من البراكين هنا عندنا الصدوع وعندنا صدع البحر الميت المتحول أو التحويل يعتبر أحد هذه الصدوع ولديكم أيضا أمثلة كثيرة تختاروا منها عندنا هنا الإجابة وهذا سبق نحن حلينا مع بعض المركز السطحي للزلزال إذا وصلت الموجة الأولية إلى جهاز الرصد الزلزالي عند الساعة 9.7 صباحا ووصلت الموجات الثانوية إلى الجهاز عنده 9.9 ثواني ثم بعد الزلزال عن المركز السطحي للزلزال نأخذ فرق ماذا؟ وصول الموجات دقيقتين نقرأ على الرسم هنا زمن الوصول وهنا البعد عن المركز السطحي وين يعطينا دقيقتين؟ هنا يعطينا دقيقتين هنا ثلاثة وهنا خمسة إذن هنا دقيقتين إذن كم البعد لدي؟ البعد لدي ألف كم كيلو متر ثؤالة 26 زمن الوصول إذا كان البعد بين محطة رصد الزلزالي والمركز السطحي للزلزال 2500 كيلو 2500 بين 2000 ومن الثلاثلاث ننشئ خط في المنتصف فما الفرق بين الزمن بين وصول الموجات C secondary waves ووصول الموجات P primary waves إذن هنا هنشوف عندنا هنا القيمة هذه الموجات الأولية كم وصلت؟ عند أي زمن؟ عندنا هنا الزمن 5 وعندنا هذه الأخرى عند الزمن تقريبا كم؟ إذن عندي 8.5 من 10 ناقص 5 يعطينا الناتج تقريبا 3.5 الزمن بالثانية إذن 3.5 زمننا في الثانية وقارناها هنا الزمن هذا 5 وهذا الزمن تقريبا تقريبا يعني 8.5 أو تقريبا بحدود الثمانية ونص إذا رسمنا بصورة صحيحة طرحنا الزمنين أعطينا زمن البعد بين محطتي الرصد ومحطة الرصد الزلزالي والمركز السطحي للزلزال بذلك نكون أعزائي الطلاب قد أنهينا مراجعتنا للفصل الثاني ادفع نفسك عزيز الطالب الأمام ليس المهم أن تتقدم بسرعة لكن المهم أن تتقدم في الاتجاه السليم أشكر لكم عزيز الطلاب الطالب بعد حسن متابعتكم أقوم معي في الفيديوهات القادمة شكرا لكم